فيشكل التغير المناخي تهديداً كبيراً على فروات الطبيعية في العراق فارتفاع درجات الحرارة وزيادة شدة الجفاف وتغير هطول الأمطار يؤثر على قطاع الزراعة بشكل ملحوظ وقطاع النفط وأيضاً التسبب بندرة المياه وزيادة التصحر وتلوث الهواء فيهدد التغير المناخي مستوى الإنتاج المحلي ويساهم بتقليصه مما يعتبر ناقص خطر يستوجب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغير المناخي في العراق تفاصيل أوفة في هذا التقرير مع حيدر السعيد يعاني العراق من تحديات بيئية كبيرة جعلته واحداً من أكثر البلدان هشاشة أمام التغيرات المناخية ومع تصاعد درجات الحرارة وزيادة معدلات التصحر وشح المياه يواجه للعراق تحديات اقتصادية وبئية واجتماعية خطيرة تعتبر التغيرات المناخية وانحسار المياه وإضافة إلى ارتفاع معدلات درجة الحرارة والاحتباس الحراري أحد العوامل المؤدية إلى انتهاكات حوق النسان وهو خاصة في مسألة شحة المياه وانخفاض مناسب المياه في العراق وفي محاطة النسان بسبب قلة الإطلاقات المائية في دجلة والفرات مما أثر على حياة العوائل في مناطق الأهوار والقرى والأرياب في محاطة النسان ويتأثر الاقتصاد العراقي بشكل عام فتدهور الانتاج الزراعي يقلل من الصادرات الزراعية ويزيد من الاعتماد على المستورد ما يتسبب بزيادة العبء على الاقتصاد الوطني المحلي التأثير المناخي احنا تأثرت عندنا منطقتين مهمة جدا منطقات زراعية اللي هي منطقة الابغيلات في قضاء كميت ومنطقة ناحية سيد أحمد الرفاعل تأثير بين وواضح جدا وتم رصد الحالة وشكلت لجان للمتابعة وأحصاء المساحات تقريبا مساحات كبيرة جدا يعني أكثر من 900 ألف دونة هذه المناطق من خيرة المناطق محافظة ميسان من ناحية الخصوبة كانت إلى عهد قريب إنتاجها تقريبا سلة المحاصيل الاستراتيجية من هذه المنطقتين تغيير الملاق في الوقت الحاضر إلى تأثير كل شواسع على الوضع الاقتصادي في البلد لأن البلد احتماده مو فقط صحيح حاليا احتماده الرئيسي هو على النفط النفط وضعه مرتبط بالوضع العالمي الحروب وغير الحروب والمشاكل اللي يتصير بين البلدان أما المشكلة الرئيسية هي الزراعة الزراعة حسب ما يقولون الخبراء نفط دائم ويرى معنيون أن العراق يستحق تعويضا من الدول التي ساهمت بشكل كبير في تغيير المناخ وربما تأتي هذه التعويضات على شكل نقل التكنولوجيا والخبرات لمساعدة البلاد في التكيف مع التغيرات المناخية هذا الوضع أصبحت الآن كثير من المدن متسببة لكثير من الأمراض بسبب الغازات المترتبة على الصناعات والمعامل وهذا بالتالي يخلف الكثير من الأمراض والعواقب الوخيمة على الإنسان والأشجار وحتى الحيوانات لذلك كان من المفترض أن تكون هناك خطط وبرامج من الدول الصناعية لمساعدة العراق لتغيير هذا المناخ الصناعي ويعتمد مستقبل البلاد إلى حد كبير على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية فالتعويضات يمكن أن تسهم في بناء عراق أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المستقبل وضمان حياة أفضل لمواطنه لبرنامج البترو دولار حيدر الساعدي ميسان ترجمة نانسي قنقر